السلام عليكم ورحمة الله بعيد وبكرر ان فيروس الكورونا الجديد نسبة الوفاة فيه غير عالية والدليل على كلامي هو الارقام يعني فيروس السارس اللي طلع سنة 2003 كانت نسبة الوفيات فيه توصل 15% يعني 15% من عدد المصابين ماتوا فيروس الإيبولا اللي انتشر بأفريغي كانت توصل نسبة الوفاة فيه إلى 50% هاي الارقام مقارنة مع فيروس الكورونا الجديد اللي نسبة الوفاة فيه 2-3% تعتبر هاي الارقام عالية جدا جدا وتخلينا نطمن نوعا ما انه هذا المرض نسبة الوفيات فيه مش عالية زي ما بعض الناس وتصور لكن هذا المرض شديد العدوى درجة العدوى فيه اكثر بكثير من السارس ومن الإيبولا عشان هيك انتشر بالعالم كله ومنظمة الصحة العالمية صنفته كجائحة كوباء عالمي زي ما الارقام طمنتنا انه هذا الفيروس مش ممي كمان الارقام بتحذرنا من سرعة الانتشار الهائل لهذا المرض الان في الصين مقاطعة خوبية ومدينة وهان اللي كنت انا فيها للان بعدهم في العزل وفي الحجر في منازلهم مع انه نسبة الحالات الجديدة بتتناقص كثير طيب ليش هذا المرض معدي بشكل كبير يا اخوان مرض الكورونا الجديد على قدر بساطته وقلت خطورته من ناحية الوفاء انتشاره يطبق شيء اسمه القاعدة الأسية يعني العدد بيكون قليل لفترة طويلة فجأة برتفع مرة واحدة وبيوصل لمرحلة out of control خارجة عن السيطرة هاي المرحلة الان وصلت لها دول كثير كبيرة ودول متقدمة مثل ايطاليا وما جاورها من دول اوروبية زي ما حكيت بالفيديو الماضي المرض ما بقدر عليه لا حكومة لحالها ولا اطباء وزارة صح لحالها انت واجبك كفرد قاعد بدارك زهقان لما يجي عبالك تطلع على مكان مكتظ على قاعدة شباب فيها ناس كثير تصفن تقول انا بدي اترك هاي القاعدة لوجه الله عز وجل هذا المرض زي ما حكينا وزي ما رح ابين بالارقام بالفيديوهات الجاي مش مميت عشان هيك انت وانا وكل واحد بتشوفوا بهاي البلد عليه واجب خصوصا مع بداية انتشار المرض واسأل الله عز وجل الحكي اللي بطلع انه الحجر الصحي مش صح هذا حكي مش منطقي الصين كانت تحجر بستاديوم ملعب مغلق يحطوا فيه 600 سرير ويحطوا فيه حالات وسكروهن كلهن الحالات هاي معظمها انشفت الفكرة بالعزل انك انت يوقف المرض عندك ما ينتشر للثانين الحجر الصحي اثبت جدارته في الصين مبارح عدد الحالات 12 حالي الصين كان فيها العدد الرسمي 80 ألف زي ما حكي تلكو كان يزيد 1000 و 2000 باليوم الواحد والله في يوم زانت فيه عدد الحالات 14 ألف حالي لكن بسبب الحجر الصحي وانه الناس جلست في بيوتها اليوم منشوف تحسن كبير وعودة شبه طبيعي للبلد ممكن يا صديقي انت مش خايف من كورونا انت شاب وصحتك كويسة ليش تكون سبب انه هذا المرض يفوت على داركو يعدي كباريتكو بالدار ليش تكون سبب انه هذا المرض يفوت على حارتكو لازم نتكاتف مع بعض ونأخذ هذا الامر بجدية اذا سيطرنا على انفسنا من الروحة والجية على اجتماعات المقلها داعي سبعين ثلاثة مع انه المطارات والحدود مسكرة باذن الله بترجع الامور طبيعية بترجع الامور احسن من اول ونكون مثال يحتذى به للعالم اجمع فبتمنى تأخذوا هذا الموضوع على محمل الجد وبتمنى هذا الكلام يصل لا اكبر عدد ممكن من الناس حتى ينتشر الوعي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة